السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير هنتكلم في فيديو النهاردة عن اخر تطورات الصحية للفنان ايمان البحر درويش بعد اصابته بشلال نصفي وهنتكلم كمان عن حالة فيفي عبدو بعد معرفتها بخبر وفاة نوال السعداوي على لسان ابنتها عزم جاهد اول حاجة واهم حاجة نصلي على رسولنا عليه افضل الصلاة والسلام وكمان تنويه بسيط الناس اللي بتنتقدني اني بصلى على الرسول اكيد ده افضل بكتير من كل القنوات اللي بتطلب لايك واشتراك انا لو رجعت كل فيديوهاتي هي دي طريقتي ببدأ بالصلاة على رسولنا عليه افضل الصلاة والسلام اسفل وطولت طبعا بعد اصابة الفنان ايمان البحر درويش بشلال نصفي كشف الفنان ايمان البحر درويش عن ابرز تطورات حالته الصحية بعد الوعكة الصحية اللي اتعرض عليها لها في الفترة الماضية والتي يعني وصلته انه يتصاب بشلال نصفي للأسف يعني المشكلة يا جماعة هو مش من دلوقتي مصاب بشلال نصفي هو من 2018 كان تعرض لنزيف حياة في الدماغ مما سبب له الكثير من المضاعفات اللي هددت حياته بجد وقدت في الآخر لشلال نصفي بعد كده حالته بدأت تتحسن لانه برضو اهمل كتير في العلاج الطبيعي بدأت في 2021 بدأت تاني الحالة تعود لي وفعلا بدأت عليه ان هو تنقل للمستشفى زي ما نشرت بنته وقالت ادعو الوالدي لانه تعبان جدا حاليا وكمان شجعوه انه يرجع يمارس العلاج الطبيعي تاني لانه مهمل جدا فيه احنا عارفين هو خضع كمان لعمليتين جراحية اتنين جراحيتين فيه خلال السنة الماضية كمان علشان يحاول يتفادى موضوع الشلال ربنا طبعا يقوم بالسلامة فنان عظيم وله اعمال عظيمة كمان ندخل بقى على خبرنا التاني وهو في في عبده طبعا كلنا عارفين انها موجودة في المستشفى وتعبانة اي اقوال تانية جماعة مغلوطة هي حتى لو هتنزل فيديوهات او اي حاجة بتنزلها من المستشفى حالتها الى حد ما مستقرة بعد ما كانت في غيبوبة تم اعلنت بنتها عظيم جاهد انها عندما علمت بوفاة يعني انا مش بقول عليها غير هلاك نوال السعداوي او يعني الشيطانة التي تمشي على الارض هي هي نوال السعداوي انا هفضل اقول عليها كده التي كذبت كتاب الله وامرت بحركه وقالت انا مش عايزة اغسل وحاجات كتير انا شرحتها في فيديوهات لو حضراتكم عايزنا عندما علمت بهذا الامر حزنت جدا وزعلت جدا وقالت كنت اتمنى اكون اول واحدة موجودة في جنازتها وكون جنبها لان هي دي قضوتي في الحياة وهي دي الست اللي انا بشوفها رمز للنساء بالاجمعين وهي اكتر واحدة علمتني وحبيبتني ان انا ملبسش الحجاب وتفاصيل كتيرة جدا قالتها عزة مجاهد على لسان والدتها وطبعا كتبت نعي كبير جدا عن انستجرام وكتبت فيه عن وفاة نوال السعداوي اللي قالت الست دي كانت منارة العلم والنور في مصر وستظل بواقية مدى الحياة وكمان قالت لما والدتها هتقوم بالسلامة هتروح توزع عليها صدكة جارية لان هي حاليا فيفي عبدو ما تقدرش تتحرك من السرير يا جماعة بعد ما اخدت حقنة غلط بالاعصاب قدت لشلل عندها لكن هي بتعرف تتكلم وبتشوف وبتنزل حاجات وكل الكلام ده ولكنها فيفي عبدو مش هترجع ترقوس تاني حالتها جات لها في الفقرات عندها مشكلة مش هتقدر تقوم حتى على رجليها مرة تانية طبعا ما بنشمتش في اي موت ولا مرة بس انا شمتانة في نوال السعداوي وناس اللي هتنتقدني انا رأيها راضية بقراءكم ولكن من حربت الاسلام وقالت مفيش حاجة اسمها كعبة وكمان اكدت وقالت ان احنا لازم نخلي الشواز ياخدوا راحتهم وخصصت جزء من سروتها للدفاع عنهم وكمان خصصت جزء لفتح بيوت ضعارة فهذه السيدة تم هلكها اللي امرت ان انا مش عايزة اتغسل وفعلا لم تغسل ولم يصلى عليها هي اتدفنت في مقابر المسلمين للأسف على الرغم ان هي طلبت بعدم دفنها وطلبت بدفنها في مقابر المسيحيين او اليهود اهم حاجة ما تخلتش المسلمين واحنا يزدنا شرف وعفة ان هي ما تكونش موجودة في الحياة الحمد لله هي راحت عند اللي خلقها اللي قالت ان ما فيش ربنا ربنا ان شاء الله يعاملها بما تستحق بشكركم جدا متابعين الكرام اسفتاني لو طولت على حضراتكم استنوا مني كل جديد شكرا جدا لحضراتكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته